مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله لو اجتمع الناس في لقاء ودي لقاء صغير أو لقاء كبير في عرس أو في عزاء أو في أي مكان أو أي مناسبة حتى لو في السوق أو في بالصدفة عن ماذا سوف يتكلمون؟ طبعا أكيد بيسلموا على بعضهم أول يسألون عن الصحة والحال يتكلمون عن التقص وعن الجو يتسألون بعضهم بعضا عن الأعمال عن الأولاد لكن ما هو الحديث الذي سيهتمون به ويتبادلونه؟ أكيد الأشياء العامة الموجودة على الساحة ما أكتر الأحاديث الموجودة على الساحة خاصة لما نكون في عزاء أو نكون في اجتماع أبناء البلد الواحد بعضهم مع بعض أكيد الحديث الذي تتداوله الأخبار ويكون مترافقا مع الوضع هو سوريا، مصر، الأهل هناك، أوضاع، كيف يعانون، الطعام، الشراب، الحاجات اليومية هل بقوا داخل البلد؟ هل خرجوا خارجها؟ هذه الأشياء المهمة التي نتكلم عنها ونتناقلها هذه الأيام لكن صار في عنا مشكلة كل ما أتينا لنتكلم بهذه الأحاديث يقولون لنا لا تتكلموا في السياسة وأنا لا أدري أي سياسة ونحن نتكلم عن أوضاع اجتماعية، إغاثية، ميدانية، بس من باب الأطمئنان قبل مدة قريبة كمان كنت في لقاء كبير وطلبوا مني أن أتحدث كلمة صغيرة كنا في فرح في مجموع في ناس كثيرون فأمسكت الميغريفون بدأت أسلم على الناس الحاضرات شكرت صاحبات الدعوة ثم بدأت أقول أنه نحن هنا في فرح وأهلنا في سوريا وفي مصر وفي بلاد أخرى حتى أنا لم أتكلم عن بلد واحدة أنه في كربين وهم فأنه الرجاء ما ننساهن وكنت سأتم كلامي عن المناسبة التي نحن بها فوجئت بأنه بينقطع الكلام وفجأة صوت عالي يصدح بأغنية لفيروز وتأتيني تهرول المسؤولة عن الصالة تقول لي إذا سمحت لا تتكلمي بالسياسة فنظرت لها باستغراب يعني أي سياسة أنا لا أقول أي شيء أتكلم عن أشياء إغاثية عادية ولم أدعو إلى جهاد ولم أطلب جمع المال ولم أتكلم بأي شيء إطلاقا فقط أنه تذكروا إخوانكم فأجابتني بصرامة أنه هذا أصبح ممنوعا وهذا ليس ممنوعا في مكان واحد وإنما في دول كثيرة وفي أمكينة كثيرة تفاجأت وحزنت ورجعت إلى البيت وأخذت وأفكر ما قصة هذه السياسة لا تحكوا بالسياسة ونهى على فكرة اليوم لن أتكلم بالسياسة أنا اليوم سوف أتكلم بشكل عام عن كيف تطور معنى السياسة فسأعود إلى مفهوم السياسة الأصلي بالأصل السياسة علم مثله مثل أي علم عندنا علوم كثيرة عندنا اختصاصات كثيرة في الجامعات كل طالب كل إنسان له اختصاص معين فيدرسه ويكونوا ضليعا فيه لكن علم السياسة توسع حتى مس كل ناحية من نواحي حياتنا لم يترك أي شيء وإلا تدخل فيه فأنا رجعت إلى أصله وجدت أنه علم السياسة كما نفهمه نفهمه كلنا هو العلم الذي يدرس علاقة الدولة بالدول الأخرى العلاقة الخارجية ومن ناحية أخرى العلاقة الداخلية كيف هو الأصل كيف نشأ علم السياسة أنه كل قوم عندما تجمعوا وكانوا في منطقة لهم أرض وهم مجموعة من الناس صار لازم أنه يكون لهم دولة فبإرادتهم انتخبوا شخصا ليكون حاكما عليهم ومجموعة من الأشخاص حتى يكونون عونا له في إدارة الأمور وتفرغوهم إلى أعمالهم وأشغالهم هذه الطريقة الصحيحة الأختصاصات أنه يكون في دولة تؤمن لأفراد الأمان والأطمئنان تؤمن لهم الطعام والشراب تحميهم من الأخطار الداخلية بعضهم من بعض إذا صارت خلافات وتحميهم من الخلافات الخارجية وتؤمن لهم المستشفيات والتعليم ويقوم الأفراد بالمقابل بالتفرغ لنهضة بهذه الأمة ورفع مستواها والتعلم وطبعا كمان الترفيه في بعض الأوقات لكن السياسة تعدت على أكثر من وظيفتها يعني لم تكن داخل اختصاصة بدأت تتدخل في كافة الأمور وتكمم الأفؤة من الذي وضع الرجال في السجون؟ من الذي ضيق على المفكرين والعلماء؟ من الذي غير مناهج كل دولة لصالح من يحكمها؟ يعني من لاقي الشيوعي بتصير المناهج الشيوعية الإسلامي بتصير عنده المناهج إسلامية المسيحي بتصير عنده المناهج مسيحية ولا يتطرق لبقية الطوائف الموجودة في الدولة التي يحكمها معناته الحكومة تؤثر على سير الدولة وعلى الأفراد على توجهاتهم وعلى علاقاتهم بعضهم مع بعض؟ من الذي يهجر العقول؟ من الذي يمنع الحريات؟ من الذي يؤمن للأفراد تكافؤ الفرص؟ من الذي يشجع على الفساد أو يحد منه؟ من الذي يحرص على الأخلاق الفاضلة فيثبتها في المجتمع من خلال كافة المرافق؟ ومن الذي يوقفها ويمنعها ويساعد على نشر الرذيلة والفساد؟ تبين أنه كل هذه الأشياء تقوم بها الدولة نلاحظ الآن أنه دور الدولة اقتصر في أكثر البلاد خاصة العربية اقتصر على حماية أمن الحاكم بالأصل المفروض طبعا الدولة تحمي نفسها ولكن تحمي الأفراد يعني الفرد حين يعيش في المجتمع يأمن على ماله يأمن على أولاده حين يذهبون ويعودون من المدارس يأمن على نفسه وهو يصير في الطريق لكن في بعض البلاد الإنسان لا يأمن على جواله لا يأمن على بيته إذا تركه وخرج إلى مكان ممكن أحيانا في وضح النهار يخرج لمدة ساعتين فيعود يجد أن الأموال الموجودة في البيت لم تعد موجودة يجد أن الدهب الخاص بزوجته لم يعد موجود وحين يشتكي إلى الجهات المسؤولة نراهم لا يهتمون كثيرا بأمثال هذه الأمور نراهم يهتمون فقط بالناحية السياسية مع أن الدولة ليست كذلك بالأصل الدولة تهتم بسائر الأمور وتهتم بكل الأفراد فالسياسة هي التي تعدت على كل شيء ولم تسمح للأفراد بأن يأخذوا حقوقهم الكاملة التي يجب أن تكون موجودة بالأصل في القوانين العادية فلذلك وقفنا بأن نتساءل أين هي السياسة وأين هي غير السياسة ما هو دور الدولة وما هو دور الفرد ما هي الحدود الفاصلة بين الاثنين ما هي الواجبات التي يجب على الفرد أن يقوم بها وعلى الدولة أن تعطيه إياها وماذا يجب على الدولة أن تقدم للإنسان وهو يقدم لها فمن هنا الخلط الذي جاء صراحة أصبح مزعجا يعني لا تحكوا بالسياسة نحن عن جد لا نريد الكلام بالسياسة نحن لا نحب السياسة السياسة أمر اختصاص نتركه لي الدولة ولكن نطلب من الدولة بالمقابل أن تترك حرية معينة للأفراد في الحدود الاجتماعية في حدود حياتهم اليومية في التكافل في التعاون في الأمور الخاصة بهم لكي يحيوا حياة كريمة حياة جميلة حياة يتعاونون فيها على البر والدولة تقوم بحماية الأشياء الأخرى التي تمنعهم من التدخل بها وهي من اختصاصاتها الذي حدث أن الشعوب اقتنعت بأن الدنيا اختصاصات وتركت السياسة للحكام وبدأت تمارس حياتها الطبيعية بأمن واطمئنان ولكن فوجئت هذه الشعوب بأن حياتها الاقتصادية تراجعت وحياتها التعليمية تراجعت أصبحت المجتمعات كما قلنا وكما نلاحظ طبقتين تكافؤ الفرص لم يعد موجودا أصبح الطائفة معينة في كل بلد تصل إلى المراكز العالية وإلى الأعمال الجيدة وطبقات أخرى لا تصل أصبح هناك تفضيل بين الناس التركيب السكانية بدأت تتغير فمعناها اكتشفنا فجأة أن السياسة لم تعد قاصرة على الحكم وإنما تدخلت في حياة الناس اليومية لما ذهبت أنا أبحث عن معنى السياسة وجدت أن علم السياسة في الأصل وفي الدراسة يؤنى بمجموعة كبيرة من العلوم وجدت أن علم السياسة يعنى بالتاريخ علم السياسة يعنى بالجغرافيا علم السياسة يعنى بالأعلام علم السياسة يعنى بأشياء كثيرة لكن الذي أثارني منها أن علم السياسة يعنى بعلم النفس وعلم الأجناس البشرية وعلم الاجتماع لماذا يعنى علم السياسة بهذه الأشياء؟ يعني تبين أنه علم ليس مختصا وإنما هو علم عام يتدخل في كافة الأمور ويدرسها دراسة معمقة طبعا أول ما يتبادر إلى الذهن أنه السياسة ترعى الأمة فالمفروض أنه يكون لها عناية بما يخص الأمة لكن اكتشفنا أن الحكومات التي لا تريد الخير وليس كل الحكومات تعنى بهذه الأشياء لكي تستطيع السيطرة على الشعوب يعني تدرس ما هي الأشياء التي تغير مزاج الشعوب ما هي الأشياء التي تجعل الشعوب مستعبدة ما هي الأشياء التي ترضي الشعوب فتقوم بتنفيذة لكي تبقى الشعوب نائمة ولا تشعر بما يحاك لها يعني علم السياسة بالأصل هو اختصاص نحن رضينا أن يبقى على ما هو عليه ولكن تبين أنهم يخدروننا بهذه الكلام ثم يغيرون الحقائق ويتدخلون بكل شيء فلو الشعوب تريد أن تخرج مما هي فيه يجب أن نعيد لكل علم تعريفه يعني علم السياسة خلاص هو علم الحاكم نتركه له لكن بالمقابل يجب أن يترك للشعب مساحة معينة لكي تستطيع هي أن تتحرك فيها من ضمن ما كان يقال لنا أنه السياسة تعتمد على المكر وعلى الخداع فمن أجل ذلك الأفضل أن يبتعد عنها الشرفاء كمان الشعوب اقتنعت بهذا الكلام وابتعد عنها الشرفاء فلما الأمة تضررت اجتماعيا لا أقول الآن قضائيا ولا أقول سياسيا لا أنا الآن أتكلم عن النواحي الاجتماعية لما تضرر الأفراد اجتماعيا مثلا العائلات الغنية افتقرت اضطرت إلى الهجرة خارج البلد من أجل ظروف أفضل الأولاد اضطروا إلى ترك البلد لأن الجامعات لم تعد تستوعبهم بسبب سيطرت فئات معينة عليها وأنه أصبح التسجيل بالرشوة والمحسوبية فالأفراد شعروا بضرر كبير جدا جاء عليهم بسبب أنه ابتعد الشرفاء عن السياسة فلما يكون المحسوبيات شغالة وناس يعرفون بعضهم بعضا والشرفاء لا يستطيعون استعمال هذه الأساليب الأساليب الواسطة لأنهم شرفاء ومنفس الوقت لو أرادوا استعمال شخص ينصفهم لا يوجد من ينصفهم لأن السياسة سيطرت على كل المرافق ومنعت الناس من أخذ حرياتهم الطبيعية حتى في أمور الحياة اليومية البسيطة اللي هي التعليم والطعام والشراب التجار تضرروا لأنه لماء له الذي لا يعرف شخصا معينا يسهل له أنه يفتتح الدكان تبعه وأن يستحضر البضائع من الخارج وأن يهون عليه أمور دفع الجمالك وهذه التسهيلات ما كان استطاع كثير من التجار أن يعملوا وأن يشتغلوا فالسياسة تتدخل في كل شيء من أجل هذا نحن نريد أن نضع لها حدا نريد أن نعرف أين تقف السياسة وأين تبدأ حقوق الأفراد الاجتماعية والاقتصادية والتجارية يعني أين يبدأ حق في الطعام الطعام والشراب والتعليم التي هي الأمور الأساسية والرئيسية فمن الغريب أن الناس العاديين أنوا اقتنعوا بهذا الكلام وأصبحوا يدافعون عنه بكل طاقتهم ويقولون لنا سياسة سياسة لا تتكلموا بالسياسة فهذا الحصار الأول أقنعون به وجاء منا نحن من الداخل المشكلة أن هذا الحصار الداخلي عم يدعم بحصار خارجي الذي يسمى الشأن الداخلي للدول فبدأوا يقولون لنا أن كل دولة لها شأن داخلي كمان ما تتكلموا فيه فلما جاء هذا من هنا وهذا من هنا أصبح وضع الشعوب سيء جدا فبيقولون لنا شأن داخلي أنه كل دولة عم يحدث داخلها أشياء ما قالنا علاقة فيها لو وصلت إلى علاقات دولية ممكن أن نتدخل بها نحن لكن نلاقي أن الدول الصديقة والقريبة والتي تستطيع أن تفعل شيئا تنحت احتراما لهذا الشأن الداخلي لكن في دول أخرى لم تحترم الشأن الداخلي فنجد دول غربية وشرقية وقريبة منها تقف بكل جرأة وتقول لا نسمح بالتدخل الأجنبي في سوريا لا نسمح بالتدخل الأجنبي في مصر لا نسمح ولكن هي تتدخل فإذا كانت الدول قد منعت من التدخل بحجة الشأن الداخلي طب الشعوب دعوا الشعوب تقدم الإغاثة نحن لا نريد أكثر من الإغاثة الطعام الشراب التكافل يعني أنا أكثر ما يؤلمني في كلمة لا تحكوا بالسياسة اللي هو منع التكافل اللي هو منع الخير عن الشعوب منع لقمة لقمة الطعام يعني نحن الآن لا نريد أي شيء نريد فقط طعام طعام يدخل إلى الناس فيساعدهم على حياة اليومية يساعدهم على البقاء فقط على قيد الحياة بدون أنه ما يعملوا أي شيء ولا يدخلوا بأي دولة ولا يعملوا سلاح أو يعملوا جبهة تحرير أو يعملوا كتيبة معينة تقوم بأي شيء آخر فحتى هذا تدرج معنا الأمر حتى وصل إلى أخص خصوصياتنا إلى لقمة عيشنا فمن هنا تأتي خطورة لا تحكوا بالسياسة والتي أصبحت أنا أنزعج منها كثيرا جدا وأريد أن نضع لها حدودا فاصلة حدودا واضحة يجب أن لا نستجيب إلى هذا الدعاء فإذا إلى هذه الدعوة إذا كان لهم هم منها مأرب آخر يجب نحن أن لا ننغش بها أن نقاوم على الأقل هذا أليس لنا حقا أن نقاوم هذا يعني إذا تحججوا بأنه السلاح عم يعمل مشكلات وأنه عم يتسبب بحرب أكثر شيء إذا تحججوا بأشياء أخرى لكن الطعام ما هي الحجة خاصة أنه في كثير ناس من المدنيين ثبت بالدليل القاطع أنه ليست لهم أي علاقات لم يؤوا أحدا من الجيش الحر لم يتدخلوا بأي شيء لم يقوموا بأي شيء ضد النظام ومع ذلك دخلوهم أيضا في الحصار فهذا ندائي أنا أنادي هنا من ناحية إنسانية من ناحية إغاثية من ناحية التكافل الاجتماعي أنه نحكي بالسياسة فقط التي تمس وضع الأفراد ووضع الناس العاديين الآمنين الذين ليس لهم علاقة بأي شيء مما يحدث هذا هو الرجال المشكلة الكبيرة أنه الإنسان لا يشعر بالحقوق العامة لكن يشعر فقط بمصالحه الخاصة يعني الإنسان عندما تتهدد مصلحته الخاصة يشعر بذلك فورا ويدافع عنها لكن المصالح العامة لما تتهدد لا يشعر بها الناس إلا بعد مرور سنة أو أكثر على تهددها فيكون قد فات الأوان على الإصلاح هذا الشيء يعرفه دائما الحكام فلما يأتي إنسان مثلا عمل انقلاب أو تسلم الحكم أو أي شيء يحاول دائما أن يبدي أفضل ما عنده يعني إذا كان مثلا البانزين بما أنه شيء مهم في البلاد الباردة أو للسيارات أو المازوت في البلاد الباردة مهم جدا فأول شيء يفعله أن يخفض الأسعار وأسعار الطعام والشراب فيطمئن الناس ويظنون أن الأمور بخير فيقبلون بما يحدث ويرضون بهذا الحاكم ويلتفتون إلى معاشهم لما تمر فترة قصيرة وتتثبت أقدام هذا الإنسان يشعرون كيف تهددت حياتهم لكن يكون قد فات الأوان هنا المشكلة الحقيقية وكل ما مرت أيام يزداد الحال سوء لكن لا يشعر الناس غير بعد مرور فترة طويلة هلأ لماذا ثار الشعب السوري الآن وهو يعيش هذه الفترة الطويلة بنفس الظروف لأن الظروف كانت عم تزداد شيئا فشيئا لكنه لم يكن يشعر حتى وصلت إلى حال ما عد ممكن السكوت عنه لأنه أصبح يهدد لقمة العيش ويهدد الحياة الإنسانية نفسها يعني ما عدت قصة والله مجرد أنه ظلم أو اضطهاد أو هاي حقوق لا صارت الحاجات الفيزيولوجية الأساسية للإنسان أصبحت مهددة مما دفع الشعوب إلى الثورة فالشعوب الآن بما أنها وعت يجب أن توقف الشيء من قبل يعني في البلاد التي هي في طور ثورة لازم ما تقبل بأي شيء بأي حكم لأنه تبين أن السياسة تتدخل في الحياة اليومية هنا يحضرني قصة أم مشكلة جاءتني قبل يومين أو ثلاثة اتصلت بي إحدى الأمهات وهو تبكي وهي تبكي قالت أنها تعيش مع ابنة وزوجة في بلد أخرى يؤمن لهم لقمة الطعام فكان ابنها هذا مشاكس جدا مزعج جدا هي تأقلمت معه بالأول نهته حاولت أنه تغير سلوكه لكن من كتر مشاكسته وضعفه تعودت عليه وقبلت به وأصبح بالنسبة إلى سلوكه كله عادي يعني مثل ما صار نحن معنا مع النظام السوري بالأول جربنا أنه نتمرد ونعترض ثم لما وجدنا اليد الحديدية فتقبلنا هذا الأمر فكان الابن كان نظام استطاع السيطرة على أمه أبو غاب سنة كاملة ورجع ففوجئ بسلوك ابنه خاصة كان بعمر 12 يعني اللي بينضج فيه الابن ويكبر ففوجئ بسلوك ابنه الذي لا يحتوي على شيء من التهذيب أو الاحترام أو أي نوع من البر لوالدته وله هو أيضا فضربه ضربا شديدا الأم غضبت واتصلت به وهي تبكي أنه كيف يفعل هذا بابنه فجلست الأم تعتذر للابن وتطيب خاطره وسألتني ما هو رأيه أنا قلت لها أنه سلوكك غلط وغلط جدا جدا أنه هذا الابن تمادة أنت جربتي تنصحي لم تستطيعي لكن مع مرور الأيام أنت تعودتي على ما يصنع لما جاء الأب من السفر انتبه إلى الانحراف الخطير الذي حصل بسلوك الابن ووجد أنه هذا ينافي البر ينافي الأخلاق فكان يجب أن يعالج الوضع لأن الوضع لن يقف هنا هذا ابنك الآن عمره 12 سنة بكرة بصير عمره 14 سيشتد عوده سيقوى أكثر قد تتعرضين أنت نفسك إلى ضربه أو إلى إهانة منه أو قد يترك لك البيت ويمشي وهو وحيدك فسلوك الأب أنا أراه سليما لأنه في نوع من الهزة فإذا الابن لم يستجيب إلى التنبيه لم يستجيب إلى الكلام لم يستجيب إلى التكرار فكان هذا الضرب أمر جيد واعتذارك منه غلط لأنه الابن سيشعر أنه هو كان على حق وأنه سلوك أبوه كان منافي للتربية السليمة فأنت كان لازم تكون في جانب الأب لكن بعد ذلك تعتبر أنه هاي الهزة تستثمريها في توجيه الابن إلى السلوك السليم والسلوك الصحيح وتبدأ معه علاقة سليمة بعد أن مهد لكي الابن الطريق إلى هذا فنحن هذا ما نريده من الكلام في موضوع السياسي الآن نحن كما قلنا لا نريد السياسة نريد الحياة الاجتماعية نريد أن نضع الأمور في نصابها بعد أن جاءتنا هذه السورة وأحدثت هذه الهزة في المجتمع السوري فنقول رجاء الآن نريد أن نبدأ سوريا جديدة سوريا يكون فيها اختصاصات فتبقى السياسة في مكانها ويبقى للناس الحياة الاجتماعية الكريمة أن لا يتعدى أي شيء على تعليمهم أن لا يتعدى أي شيء على حياتهم اليومية المهمة تخيلوا أنه قبل أيام سمعت عن أحد الأشخاص في بلد معينة أنه تمت مساءلته أنا يعني أعرف الشخص تربتني به علاقات قوية فلما سألت أنه يعني خير إن شاء الله هذا الشخص صلوكه عادي لا يقوم بأي شيء ينافي قوانين البلد قال ذنبه أنه أرسل أموالا إلى الداخل لما حقق معه حلف أنه يقدم الأموال إلى قرابته وأنا أعلم أنه رجل صادق ليست له أي اتصالات وليست له أي شيء رجل من عمله إلى البيت ومن بيته إلى العمل فكان يعين قرابته ليس أمه وأباه وإخوانه وإنما عمه وخاله والأقرباء الذين بقوا له في الداخل السوري فجاءه تنبيه أنه ما بصير ترسل أموال فقال لهم أني أرسل إلى الأقرباء صدقوني وأتى بالحوالي وبإثباتات تثبت ذلك فقالوا له ممنوع إذا أردت أن ترسل إلى أهلك وقرابتك فيجب أن يكون ذلك عن طريق المؤسسات الاجتماعية العامة فانظروا إلى المحاصرة التي وقعنا فيها نحن هل من المعقول أنه إذا الإنسان يساعد عمه وخاله أن يأخذ إزد من البلد الذي يقيم به ويطلب أنه تكون عن طريق المؤسسات الاجتماعية بعدين نحن جربنا يعني كثير من المؤسسات الاجتماعية تلاقي صعوبات تلاقي قيود أحيانا الأموال لا تصل فبيكون الناس ماتوا والمرض ازداد عليهم والعلاج إذا تأخر ممكن يؤدي إلى أمراض مزمنة فيجب أن ننادي فقط بهذه الحقوق الأهل القرابات هذا تكافل هذا شيء الله بيطلبه مننا والشرع بيطلبه مننا والشعور القلبي يطلبه مننا فغير معقول أن يصل الحصار إلى هذا الحد ويبقى الناس يقولوا لا تتكلموا بالسياسة وهذه سياسة فخلينا بقى نضع النقاط على الحروف لا بأس أن نتكلم عن أوضاعنا الاجتماعية لازم نعرف شو عما يصير بشارعنا بحينا بأهلنا القريبين مننا وأن نتواصل معهم قدر الإمكان إذا احتاجوا إلى مساعدة إلى دعم طب إلى دعم نفسي ألا يمكننا أن ندعمهم نفسيا أن نتكلم معهم أن نتواصل بأي طريقة ممكنة فهذا هو الموضوع الذي أردت أن أصل إليه اليوم أنه إذا تركنا بعض الأمور ولم نتكلم عنها تتمادى وتخرج إلى خارج نطاقها الذي وضعت هي له أصلا وتتعدى على حقوقنا وعلى حرياتنا الشخصية جدا 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 والعائلية جدا جدا والتي ليس لها علاقة بأي موضوع خارجي ولا يريد الإنسان من وراء لا مكاسب ولا تدخل بشؤون أخرى ولا أي شيء فخلينا نرجع نحن الناس الأشخاص نفهم الوضع الحقيقي ونقول بملئ فينا يا ناس والله هذه ليست سياسة هذه إنسانية هذا تكافل اجتماعي هذا تعاون بين الناس وتفريج للكرب والإخوة المحيطين بنا والقريبين منا وهذا ما لدي أستودعكم الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة